موسيقى 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 عن اجابة عن سؤال يخاف كثير من الناس ان يسألوا بنفسه. والسؤال هو ماذا لو ميت الان? الان. ليس ابادة وليس بعد عشر سنتين وليس بعد عشر سنوات الان. ما الذي سيعرف? كثير من الناس يظن اللوح ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة للأسرة والنسبة للعائلة والنسبة للوظيفة والدنيا ستتوقف والمشاكل ستحصل وكذا. ولكن الانسان لو تأمل في طبيعة الامور يعرف ان الدنيا لا تتوقف على حياة انسان او وفاة. الحياة تمضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تتوفي حازن الصحابة كثيرا. ولكن تمضي الحياة. الانبياء ماتوا والصحابة باتوا والصالحين ماتوا. ولكن الحياة تمضي. لاننا في هذه الدنيا لسنا هنا لنخلط ولكننا في الدنيا لفترة قصيرة ثم يعني نمضي الى الدار الآخر. وهي دار الخلوط. تمام؟ فالمفروط ان الانسان يعني يتنبه الى هذا الامر ويعلم انه هنا كزاد كضيف وليس كمقيم. فلغد ان يعجل بالتوى ويعطل بصيته كما أضع النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حوائج الناس ما عليهم من حقوق سواح حقوق الله وحقوق العباد وينفر من الصالحات. هذا هو الامتصار للموضوعية. صلى الله عليه وسلم إنشاء الله في الأنسانية أ última وضع المساعدة ما لو حتى اليوم. ما لو حتى الآن؟ أنا لا تتحدث عن الواقع بعد 5 أو 10 أو بعض المرة فترة الان كما تتحدث عن الآن. ما لو حتى الآن؟ وأحاول تو كتب أن تكون آما في أكمل معي سبقنا، احاول أن تكون لدياها ما لو حتى الآن؟ لك نفصل من الأسائل من أن نكون جدا، وليس يشير العالم وكأن في عالم يساعد كلها الإخطار والموجز والمواطن يساعد كلها، فالطلع بكثال، اشترك جدا، وجودات تقل بكثال ويشبه جدا، ويشارك، ويجال، اشترك شمال، ويشرفك موطن قبل ويشاعد الليل يساعد والموطن فارات لتي تقل بكثال، ولا يساعدك من الوزن واحدة الدرساء من النظر والمن والموطن الان لصفهم من وقفهم هذا ما نظر نظر مزد Jordan فقد نظر بأكفه لكني نظر بأكفه لا شيء من هذا القراض نظر بأكفه هذا ما نظر نظر وحاول من أنت من عندما يسألك لكننا عرّفت ينال عندما أخانف جاءب المحزوجة ثم دخلوا أ Barnabas المحزوجة لكنها ليست منعوا بعضهمهم nor is there any reason to get into details. But life goes on. All the prophets died, the Sahaba died, and they know that they are here not to stay, they are just for a short visit, then they will leave. So, always think of this dunya as if you are in a bus office. All of us are in a bus coming from Toronto, and the last stop is Niagara Falls. بعض المحلات للتمنى من المسيسيا و بعض المحلات للأمدين سُعادة النار ف Better than when البته ستج فقط د PE fruition منصيف الذي أغربه ي frustrating ن Lalاني كمس كما تفعل أن البيان يليolution نメتين مما لا أساس laughing فقط سبق، سبق، فشيث مما الآن فقط إننا البع cheeks فقط الأولى التي نتجل أنها خلالها. enquanto طagaIاك للم يبرعك و وهي أز soaking比ه يdal we wish 54 years ago وهو أخب минут الله الرجل أو رب vowels سوق Terry أعطيب بالنسبة لي бар ersch قُرب بقي уж arrived FOO comet ساعة إذا كان ثقافاه الشمكت أن تدريrios كل السادسات علم التقابة وأنا قد ربعط رقب إنه ليس مرحبا فإنه يكون لك لك يسمى العبارة. لأيضا. إنه ليس مرحبا. إنك سوى في هذا الوصف. إنه ليسوا بالغاية أنه لا يأتون بغاية لكي تهيب. أو ربما يكون مرحبا في مقابل فكرة. إنه ليس مرحبا. أعلم أنه يبغطي. إنه يأتون بغاية. إنه يهيب. إنه ينصر بغاية للغاية. إنه تطلق الوصف لهم. because when you die Allah will be happy Why? Because if you get a better guide and works a better job double the job or double the work and you'll get half of the pay so there will be good news for them So believe me. don't worry. Its not going to collapse after you leave And don't worry about the stars and the moon and the sun falling from the sky and nothing of that sort will happen حدث في القفاية المعروف فقال الناس إن كسفت للشمس لوفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم خطيما فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لنوت أحد ولا لآيات فَإِذَا رَيْتُمُهَا يَعْنِ هَذِي الْعَمَمَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَالْصَلَةِ So at the time of the Prophet ﷺ, the same day, his son Ibrahim died. His son passed away. The same day, it so happened that there was a solar eclipse. The sun was eclipsed. So people started to say, there was a rumor, that the sun was eclipsed out of sadness for the son of the Prophet because his son passed away. So the Prophet ﷺ stood up and he gave a talk. And he said, the sun and the moons are two natural signs of Allah ﷻ. They don't get eclipsed for somebody's death or life. This is completely different. The solar eclipse has nothing to do with my son. It's foolish to think this way. And the Prophet ﷺ has reported in Bukhari, this story he mentioned in Bukhari. He says, if you see this, pray to Allah to make it easy for you. That's all the thing you do. So you shouldn't worry too much about your job, your employer. You shouldn't worry too much about your family, your children, your wife, your husband, about the sky, about the moons and the stars. Nothing of that sort would happen. Now, if you look at the pictures taken from the, from outside the earth, from the NASA scholars or scientists, they take pictures of the earth, the Milky Way, the galaxy. The earth looks very tiny. This world is worth nothing. It's not even worth the wing of a mosquito, as the Prophet ﷺ says in the hadith. So we're talking about the earth. The earth looks like a tiny dot on the, in the universe or in the Milky Way. So what about you as an individual? Nothing. Absolutely nothing. So your life and your death will not change anything at all in the universe of Allah ﷻ. So this has to be clear in your mind. So you shouldn't worry too much about these things. The only thing that you should worry about is you. Worry about yourself. So why are we not worried? Number one, some of us think that before you die, you'll get a sign. And then you'll get ready. So you're not getting ready now because the sign is not there. So what kind of sign are you looking for? Well, we look for a sign like you get old, you walk with a cane, your teeth start falling. So these are the signs that people usually look for. So this happens usually when you are 80, 90, something in that neighborhood. So this is what we think. There is a story mentioned in Tadkira al-Turtubi, we have a Quran in the Kafir. So the story is mentioned in a book called the Tadkira, a reminder by al-Turtubi. And it's also mentioned in the Kafir al-Kathir. I'm not too sure if this story is authentic or not because it is not in Hadid. They just mentioned it in their book, so we don't know. So the story says that Dawood al-Alayhis-Salam entered his palace and he found a man there. He said, what are you doing here? He said, I'm the one who doesn't seek permission from kings to enter in their presence. So Dawood al-Alayhis-Salam said, you must be Malakul Law. Then Dawood al-Alayhis-Salam says, is there a sign that you give before you come? So he said, well, we have sent so many signs already. So he said, what are they? He said, well, where is your father? He said, he died. He said, what about your uncle? He said, he died. What about your neighbor? Died. Your cousin? Died. So he said, isn't this enough signs that you are next? So we should ask ourselves this question. If everybody starts dying around you, maybe it's your next, your turn, it's your turn next. This is what we should ask ourselves. Baad al-Alayakumul, ilakana al-Nawtu takhattaaka liyacil ila ghaybik, fasayate liyawm al-Nadhi yatakhattaa ghaybaka liyacil ilayki. So some of the scholars say, if death skips you today to get somebody else, maybe tomorrow it's going to skip somebody else to get you. So you have to be smart and think about it this way. So don't look for a sign because the signs are all there. You have enough signs already. And we said, all people die, young people die, men, women, it doesn't matter. The age doesn't really matter. Number two, tulul anam. People have high expectations because they have plans for 15 and 20 years in the future. So they think that Allah subhanahu wa'ala will not take their soul before they finish or fulfill their expectations. This is what they think. And the answer comes in a hadith, Isaiah al-Qaqayb. The Prophet s.a.w. drew a square one day on the sand and he says, this is your life. Then he drew a light in the middle that goes outside the box. It goes like one mile away. The Prophet s.a.w. says, these are your expectations, your hopes. Then the Prophet s.a.w. drew smaller lights to the side and he said, these are the causes of death. If this doesn't take you, this one will take you. So don't worry too much about this. The problem is, as I said, when we have a lot of expectations, we think we are here to stay. And because people around you are dying, we think, well, I'm not going to die. It seems like everybody else is dying except for me. And I gave a story a long time ago, and I think it applies so much to this situation. They say that in one, in this particular story, that a family, they live in a city, a big building, they have a villa, a palace or something. So they bought a kharuf, a sheep, to offer it as qurbani for Eid al-Atha. So they treated the kharuf, the sheep, or the goat, nicely. They allowed the sheep or the goat to sit with them on the table. They gave the kharuf a shower all the time. They used soap and all this stuff. They put, you know, nice things and all these things. Some of them, they put a shirt or a kharuf. They mean, if you're welcome, feel at home. So on the day of Eid, this happened like two, three months before Eid al-Atha. So much so that the kharuf himself started to feel like he's a member of the family. So much so that on the day of Eid, the kharuf, this goat or sheep, so that the neighbors started taking their kharuf, their goats or sheep, to sacrifice them for Eid al-Atha. The kharuf started to tell the family, subhanAllah, every god, everyone got a kharuf or a goat for the Eid, except us. So he started to think that he's actually one of the family, and he's not going to follow the rest of the sheeps or the goats. Okay, this is what we think. We live in this dunya. We start to think that we belong here. We don't belong somewhere else. And this is the problem. What do you need to do? We'll answer this, inshallah, in the next khutbah or the second khutbah. بسم الله سبحانه الله تعالى وأن العبد البنى وأصبحت أصبحتنا بأس الله سبحانه الله بسم الله ما عليك أن تفعله لماذا تفعل لتنطق على الموت because we know that is inevitable and that everybody will leave this dunya one day somebody yesterday Brother Habib a few days ago somebody tomorrow somebody next week Who knows We don't know So in order to get out of this hassle and you have to be ready for this number one as we said a long time ago you have to get your War de Sahnaoping your right to fill out your last will and testament as the Better ofallen arrgheterubotus says so it's المترجم للصحابين وحسب هذا يتهم بكلام مستعدة فهذا يتهمى حتى موال 10-15 مستعدة لن تتهمى من الحزن من خلاله ما يحاربونك ما يحاربونك ما يحاربونك ما يحاربونك ما يحاربونك إنه خطر على توفيفين العحمد الله الثاني نهاربونك ما يحاربونك تأتي فيها ونحن لكم تحاربونك لأنهم يتمنى أنهم فينامون ظهرونهم لأنهم بينهم افتاح انهم مهلا بله ومن أتنسبه كل ما يتمنى على ذلك إنهم لا يكن معلومة سيديو بحشرت لأنهم لم يتمكن لها فصلة لأنهم لم يتوقع افتاح لأدى شبه فريبا الم لأدى حتهم لا تعمل أفتاح لأنهم لم تعدين للعرض والأسر أَسْلَهُمْ لَيْهُمْ لَمَنَاسُ تُوبُوا لَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَيْنَي أَتُوبُوا لَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فِيَوْمِ بِأْتَمَالٍ The prophet would say, O people, repent to Allah, I'm asking to forgive you because I, myself, and the prophet didn't have any sins. عَصُوم صلى الله عليه وسلم. He was infallible, has no sins. But still the prophet says, O people, make Tawbah, ask Allah to forgive you. I personally, this is what the prophet says, I make Tawbah, أرجو الله سبحانه وتعالى للمساعدة 100 عام كل يوم لذا لماذا أجل أن أجل أكثر؟ طبعاً لدينا أجل أكثر من هذا نمبر ثلاثة في افتنام الأوطاء أو افتنام الأعمال الصيح في الحديث إن صحيح في البيحات في صحيح جامع النبوس صلى الله عليه وسلم يقول ابتن خمسا قبل خمس شبابك قبل هره وصحاتك قبل مرضك وغناءك قبل الفترك وفراضيك قبل شغلك وحياتك قبل نوتك In this halief In this shaheha jami it's a saheha Shayab , the Prophet 告 motives that says take advantage of five things before the coming of five things Take advantage of your youth year when you are young and healthy before you become very old and you cannot do things and take advantage of your health أنه لا أحد مزيد فستائها أنه التي تشرينها هل أنتظر لكنهم إذا تقوم بغمي 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 أتذكر أنه مكان أي سيتي هنا وليس لديه قليلاً ومعى يعني أفذاره يسيحننًا أجل أن أخذهه أجل أن تقوم أجل فترة أجل 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 فترة ما أنه قد يجب أن تفهم هذا صغيرة سنها و لا يمكنك فعاله يجب أن تفهم الأمور لغيب لغيب بما يجب أن تفهم علم هؤلاء عن طريقه إذا كانت لا نفسه، قلس أنك مجرد على الأسئلة. ثم نفسك النافصان محضورةً. ومع صلى الله عليه وسلم. تجريت أيضًا لك. كيفية تجريت الإعراضي في لفكاته؟ إنه تجريتنا بكاته؟ أنما تجريت الأسئلة لكيبتاً إلى أن يمتدتم نفسه. أفكرة تجريتنا. وأفكرة تجريت أن يمترون قصص. إذا تجريتنا بكاته تجريتنا. تجريتنا وكلهم تجريتنا وكلهم كبير. أن يكون تجريتنا أمامها، وقاله نحن 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 نخيط But if this doesn't work then you are making a fool of yourself and you are not trying to deceive Allah . OKadomo So if you want to finish your life in a good way you have a good ending of somebody with your life then keep doing good things throughout and In sha Allah you will feel your life as doing something good The last thing I want to say if you want to leave this dunya and get ready for the next there are two types of rarti responsibilities that you owe somebody else القرارة المترجم للقرارة إذا كنت تقلقكți ، انتظار له رائعة إلى المترجمات و diesem عنديه ، فإذا سنتقل من المترجمات ، سنعطي من المال ، إذا لم ت تقلق من الاتحان رات الانتظار ، سنعطي من المال ، سنعطي من المال ، فكرة الغزق ، ف 위ديه فضل یعنى مال ، فكرة فضل عقفة بشانات ، سنعطي رائعة ، سنعطي اول المال ، سنعطي تقل المساف. كله يحبه يغدوه يمتغفه كانت كله يمتغفه تبعه احديث هذا الشعيه سنهام من قانين مدفعه امام بغبون مدفعه امام خامم إذا كانت هذا الشعيه سبقه أنه حييه فترة الشعيه التي في الدنيا لا يكون عشرفتها وإن العنزة أتطلقها ولكن يحرمها فيها فإنها الأخيرة لإعجابها على شهيد لما يقولون سرعي محافظت أن يكون لها محافظة أو ببعض رؤية أو ببعضة أصبحتها أو حيانًا مثل سرعي أو ببعض أيضًا أيضًا تقولون شهيد الشهيلية لتحديث من البراهنة العبى سننا نسيب نزل الى كله تشهيد امين أمين إن شاء الله السابق سنناه به سنتيه باقراره الشهيل ستتحونهم رجاء جالعه السبيل والاورة لولي شاء الله يوم مركز سنناه باقراره سنناه باقراره شاء الله سنناه فلسى الله سبحانه وتعالى فلسى الله سبحانه وتعالى